أستاذ أسماء من الإسكندرية تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت فضلت الشيخ لا سمحت بس يا أستاذ أسماء عندي طلب بس سؤال حوطل حضرتك حاضر حضرتك تتكرمي عليها توطي التلفزيون وتسمعيني من التلفزيون وطيت حضرتك خالص تفضل يا فانت حضرتك أنا متجوزة بقلي 8 سنين فأنا كانت حصلت مشكلة أول ما تجوزت وجزي رمى علي من الطلاق وقال لي أنت طالق وجرى الدني ومرة تانية قال لي أنت طالق وجرى الدني من الثلاثة قبل اللي فات جرم عليها آخر يمين وللأحضار اللي هو المرة اللي فات الساعة مرضني قالوا له خلي بالك ده آخر يمين مين اللي قالوا له يعني في دار يعني في حد في داري الإفتة قال له ده آخر يمين اللي هو اللي جاي تمام فهياريت ما ترميش اليمين الأخير فجاء حصلت هو جنبك لا هو مش جنبي هو رافض أصلاً اللي هو يسمع أو رافض اللي هو يتكلم أو رافض أنه هو حتى يروح داري الإفتة تاني بدليل اللي هو رمى آخر يمين أنتو من القاهرة أسماء؟ لا إحنا من إسكندرية طيب ما أنت عندكم فرع من إسكندرية إحنا عندنا تنين بس هو رافض لا إحنا ما فيش حياة يسمع رافض ما فيش حياة يسمع رافض بص حددك إذا كان هو دلوقتي شخص بيكرر ألفاز الطلاق فإحنا عندنا إجراء إيه اللي لازم نعملهم معاه أول إجراء إن إحنا لازم نقعد معاه نقول له الحياة كده ما تنفعش لماذا ما تنفعش؟ لأن أنت دلوقتي بتتلعب بحياتنا مع بعض وبتلعب وأولادنا وبتلعب بمستقبالنا فما ينفعش فأول حاجة لازم يبقى فيه وقفة أمر الثاني مش باختياره إنه هو يروح يستفت في مسائل الطلاق هذا ليس اختيارا لأنه هو في الحقيقة لا سبيل له للوصول للحكم الشرعي في الطلاقات اللي هو طلقها هو غير السؤال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إنما شفاء العي السؤال وهو لابد إنه يحطاط لحياته ولابد إنه يذهب ويسأل لكن فكرة خلاص أنا خلاص ما بسألش لا مع تحفظي أنا ما سمعتش منك ألفاز الطلاق لأنه هو صاحب الطلاق فهو لازم هو اللي يذهب ولازم المفتي يتحقق منه ويسأله عن كل طلقة وتاريخها إيه وإذا كانت وقعت ولا ما وقعتش ويشوف بعد كده هل حصل مراجعة صحيحة ولا لا كل ده لازم يحصل في جلسة جلسة الفصل في الطلاق وجلسة النظر في الطلاق غير كده يبقى إحنا بنتعلع بمسألة الطلاق يبقى حضرتك لازم زوج حضرتك يسأل ولازم اللي يجيبه المفتي ما يجاوبش حضرتك لوحدك لازم لما يسمع يسمع من زوج حضرتك لأنه هو صاحب لفظ الطلاق فلازم هو يروح ويسأل أو حتى اتصب التليفون إحنا عندنا وسائل كتيرة هو مش لازم يروح هو لو خايف إن الشيخ يقوله اتق الله وبلاش تلعب بالبيت والطلاق ده حلقر الغيط وهدي للبيت وكبل الزيت يا سيدي ما تروحش اتصل بالتليفون لكن ما تستهنش بدين ربنا ما تستهنش بالطلاق بهذه الطريقة لابد إن انت تكون فاهم إن الزواج ده ميثق لله غليظ لا يجوز إن انت تتلعب به وتستهين به لازم يبقى فيه تعظيم لشعائر الله فالطاق الله ويسأل عشان ربنا سبحانه وتعالى يبرك لك في حياتك الزوجية اشتركوا في القناة